تتوال التأثيرات السلبية على الريال اليمني بشكل مستمر ما يجعله يواصل الثهاوية أمام العملات الأجنبية دون توقف ليصل مؤخرا إلى أدنى مستوى في تاريخه وذلك في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا وسط تزايد التعقيدات المرتبطة بالوضع العام في البلاد في الساعات الماضية القليلة وصل سعر بيع الدولار الأمريكي إلى نحو 1930 ريالا بفارق 28 ريالا عن سعر صرفه مطلع الأسبوع الماضي فيما وصل سعر بيع الريال السعودي إلى نحو 500 ريالين بزيادة 3 ريالات ونصف ريال يمنيا عن سعر صرفه الأسبوع الماضي هذا الانهيار الذي وصف بالكارث يأتي في ظل استمرار العجز الحكومي عن إيجاد معالجات أو اتخاذ إجراءات للحد من هذا التهاوي المتواصل للعملة الوطنية خصوصا الضغط الدولي لإلغاء قرارات البنك المركزي الأخيرة وتمسك محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي بقرار استقالته التي جاءت على خلفية إلغاء قراراته الذي كان يسعى من خلالها إلى الضغط على الميليشيا ومحاولة العمل على توحيد الانقسام النقدي الحاصل في البلاد الناتج عن ممارسات ميليشيا الحوثية الإرهابية وأمام هذا الانهيار المتواصل ليس هناك بوادر لكبح هذا التهاوي رغم الحديث عن وجود اتفاقية لعودة تصدير النفط الخام إلا أن اقتصاديين يرون أنه لا أفق على المدى القريب لاتفاقية خفض التصعيد لإعادة تصدير النفط المتوقفي منذ نحو سنتين نتيجة هجمات الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران على موانئ النفط في محافظتي شبوة وحضرموت والذي تسبب بآثار مالية كارثية على الحكومة استمرار الأوضاع على ما هي عليه وسط تزايد التأثيرات على الاقتصاد اليمنية من المؤكد أنها تفاقم الأزمة في البلاد لينعكس ذلك سلبا على حياة المواطن ويضاحف معاناته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر